موجز الأخبار من قناة حلب اليوم أهلا بكم فريق منسقي استجابة سوريا يصدر تقريرا حول الكلفة الكلية لتأمين المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد ضمن الحدود الدنيا شهريا في شمال غرب سوريا بنحو 312 دولارا الشرطة الألمانية تقبض على شاب سوري يبلغ من العمر 19 عاما بتهمة العمل لصالح عصابة مافيا متورطة بعمليات احتجاز رهائن وتفجيرات في مدينة بوخوم غربي البلاد بحسب وكالة الأنباء الألمانية السلطات اللبنانية تطرد لاجئين سوريين بدعوى أنهم مخالفون من بلدة بسبينا بقضاء عكار شمالية لبنان بعد توجيه انذارات إليهم بالإخلاء تنفيذا لقرارات الحكومة وفق الوكالة الوطنية للإعلام نائب وزير الخارجية التركي نوحي الماز يلتقي في العاصمة أنقراء المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا أليكسندر لافرينتييف في إطار التشاور حول الشأن السوري وفاة اثنين وفقدان ثالث في غرق طارب يقل أكثر من ثلاثين مهاجرا بينهم سوريون في سقلية الإيطالية وفق وكالة رويترز فوز ثلاثة أطفال سوريين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة تحدي القراءة العربي في تركيا بمشاركة أكثر من 12 ألف طالب وطالبة من 45 مدرسة من 9 دول عربية وتركية موسيقى